الجدل حول منشأ كورونا يعود إلى الواجهة مجددا وكالة الاستخبارات الأمريكية توصلت إلى نتيجة مهمة وهي أن فيروس كورونا لم يتم تطيره كسلاح بيولوجي مسؤولون قالوا في ملخص رفعت عنه السرية إن أوساط المخابرات الأمريكية لا تزال غير قادرة على حسم الخلافات بشأن المنشأ المحدد للفيروس المسبب لمرض كوفيد 19 ليبقى الجدل دون أي حسم بشأن ما إذا كانت حادثة في مختبر صيني لها صلة بهذا الأمر التقرير صدر من مكتب مدير المخابرات الوطنية استجابة لطلب من الرئيس جو بايدن لإجراء تحقيق في الأمر التقرير أشار إلى أن الوصول إلى إجابات مرضية لا يزال أمرا بعيدا المنال بشأن منشأ الفيروس الذي أودى حتى الآن بحياة أربعة ملايين وستمائة ألف شخص منذ تفشيه حول العالم من جهته أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الصين تخفي معلومات حيوية تتعلق بمنشأ فيروس كورونا وذلك بعد أن كشفت وكالات الاستخبارات الأمريكية عن عدم اعتقادها بأن الفيروس تم تطويره كسلاح بايلوجي وإنبقت منقسمة حول فرضية تصربه من مختبر وعضف بايدن أن هناك معلومات حيوية بشأن منشأ تلك الجائحة موجودة في الصين منتهما مسؤولين حكوميين هناك بأنهم عملوا على منع المحققين الدوليين وأفرادا من منظمة الصحة العالمية من الوصول إلى المختبر وكانت الصين قد قللت من شأن نظرية تصرب كوفيد-19 من معمل فيروسات تابع للدولة في يوهان ودفعت بنظريات مضادة مثل تصرب الفيروس من معمل في ولاية ميرلاند الأمريكية عام 2019